ارتفاع نسبة البطارة في السودان بسبب الازمة الاقتصادية ولاية النيل الابيض تشهد تراجعا كبيرا في زراعة القمح توقعات بتفاقم الازمة الاقتصادية في تونس بعد فشل الانتخابات السلام عليكم مشاهدين الأفاضل عبر قناة سودانية 24 وإذاعة سودانية 24 الموجة 93.6 FM مرحبا بكم في الحدث الاقتصادي ونقدم من خلاله اخبار اقتصادية اتحادية وولاية بجانب ابرز الاخبار الاقتصادية الاقليمية والعالمية فمرحبا بكم سجلت معدلات البطارة في السودان ارتفاعا غير مسبوق بعدما اصاب الشلل الكثير من الانشطات الاقتصادية ولسيما عقب اجراءات رفع الدعم والسياسة التحرير التي ادت الى حجوث موجة تضخمية انتجت حالة من الركود الواسعة في الاسواق وتسبب تعطيل القطاعات الانتاجية في ارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفقر والجوع في وقت ما زالت فيه الحكومة حسب اقتصاديين تعتمد احصاءات قديمة فيما يتعلق بنسب الفقر الذي يبلغ 45.6 بالمئة والبطالة في حدود 19 بالمئة مع استمرار ارتفاع الاسعار بنسب تزيد عن 500 بالمئة خلال العامين الاخيرين وكان قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء اوصى بتوسيع من ظلة الحماية الاجتماعية وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالفئات الضعيفة وقدم وزير التنمية الاجتماعية احمد ادم بخيد خطط الوزارة للعام المقبل وتهدف الخطة لخفض معدلات الفقر واستدامة وتوسيع من ظلة الضمان الاجتماعي والتحقيق الامن والسلم المجتمعي والمساهمة في بناء الحكم الراشد والتحول الديمقراطي من جهة اخرى اوصى قطاع التنمية الاجتماعية بضرورة تطوير تشريعات وضوابط العمل بالخدمة المدنية وتنظيم سوق العمل لمواكبة التطورات العالمية وناقش خطة وزارة العمل الهادفة الى خفض البطالة واصلاح وتطوير الخدمة المدنية توقع نائب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانين العاملين بالخارج عبد الرحمن سيد احمد ان تشهد الفترة القادمة خطوات ايجابية لصالح المغتربين من خلال اهتمام الدولة بتعديل قانون الاستثمار وتعويم سعر الصرف وقال ان اتماعات الوحدة العربية تأتي في ظل تداعيات العالمية متمثلة في التغيرات المناخية والحرب الروسية الاوكرانية وجائحة كورونا والنقص في سلاسل الغذاء والغلاء والكساد واضاف ان هذه الفرصة للسودان ان ينهض بموارده وامكاناته الضخمة لتحقيق استثمارات مبنية على شراكات حقيقية مع الدول التي تسهم برأس المال والمعدات وذلك من خلال مفاهيم متطورة واصل الجنيه السوداني استقراره امام العملات الاجنبية في تعاملات المضاربين في العملة خارج المصارف في تداولات اليوم للثين فيما حدث تغير محدود في الاسعار المفروضة او المعروضة لدى البنوك وقال متعاملون بالنقد الاجنبي ان اسعار الدولار استقرت خارج البنوك اليوم وبلغ متوسط سعر الدولار الامريكي 580 جنيها ورغم الاستقرار المستمر منذ شهرين رفع احد البنوك اسعار العملات الى 576 جنيها في الوقت الذي اقدم فيه بنك اخر على خفض اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه حيث اصبح سعر الصرف الدولار 579 جنيها فيما استقرت اسعار العملة لدى غالبية البنوك بحث وكيل التخطيط الاقتصادي بيزانة المالية محمد بشار محمد مع بعثة لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقية احتياجات السودان في مجالات التدريب في المجال المؤسسي والسياسة الكلية للدول المعنية واوضحت مديرة مكتب شمال افريقيا بلجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا ان اولويات اللجنة الاقتصادية تتمثل في الدراسات التي تخص الامن الغذائي والتي تنطبق مع اولويات السودان في الامن الغذائي داعية السودان لتقديم طلباته واولوياته واحتياجاته للأمم المتحدة لادراجها ضمن برنامج اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة بافريقيا بدأت دورة تدريبية لبناء القدرات لرواد الاعمال الصغيرة والمتوسطة بمشاركة خمسين مشاركا بدعم برنامج الاطار المتكامل المعزز لوزارة التجارة والتموين وبالتنسيق مع مفوضية الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا وتهدف الدورة التي تستمر حتى الخميسة المقبل الى تأهيل رواد الاعمال للنفاذ الاسواق العالمية حيث تشتمل الدورة على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تطوير المنتج والنفاذ للتمويل والتسويق وأكد وكيل وزارة التجارة عبدالباقي عيسى أن الدورة تهدف لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بالصناعات الصغيرة الى المساهمة في الدخل القومي وتخفيف حدة الفقر والحد من البطالة يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لتسليط الضوء على الآثار الناجمة عن الفساد خاصة على مستوى المحور الاقتصادي والاجتماعي ويعتبر الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية بالغة التعقيد وتؤثر كثيرا على جميع البلدان ومن شأنه تقويض المؤسسات الديمقراطية وإطفاء عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في زعزعة الاستقرار الحكومي وضعت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ضمن أولوياتها مكافحة ظاهرة الفساد لتعزيز التعاون الأمني العربي كما بدلت جهود حفيثة أثمرت عن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بعد الفاصل أخبار اقتصادية ولاية مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الولاية كشف مدير إدارة المشاريع الزراعية النروية بولاية النين الأبيض طارق ناصر عن ضعف كبير في زراعة القمح بالولاية هذا الموسم وعزى مدير المشاريع المروية ضعف المساحات المزروعة بمقارنة بالعام الماضي لعدة أسباب من أهمها عدم إعلان السعر التركيزي لمحصول القمح من قبل الدولة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الانتاج الجزولين التقاوى الأسمدة والمبيدات بالإضافة لانخفاض أسعار محصول القمح في الوقت الراهن وأعلن عن زراعة 29 ألف فدان فقط بمحصول القمح من جملة المساحة المستهدفة والبالغ قدرها 80 ألف فدان وعن المساحة التي تم تحضيرها بلغت 40 ألف فدان بما يعادل 50% من المساحة المستهدفة وقال طارق ناصر إن معظم المساحات التي تم أو تمت زراعتها بغرض إنتاج التقاوى وليس للاستهلاك المحلي كشف والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان عن توقف الخدمات ببعض المراكز الصحية بالولاية بسبب المديونيات ولدى لقائه الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي إبراهيم موسى طالب بسداد المتأخرات المالية لخدمة التأمين الصحي بواسطة ديوان الزكاة قبل نهاية العام الحالي كما طالب الوالي بمراجعة أنصبة ولاية الخرطوم في الزكاة في ظل التزايد السكاني وارتفاع نسبة الفقر من جانبه كشف الأمين العام لديوان الزكاة عن ضعف إيرادات الزكاة بالولاية وعاز هذا الضعف إلى مشكلات إدارية والظروف السياسية وناقش الاتماع قضايا متعلقة بمشروعات محاربة الفقر ودعم الأسر عبر مشروعات الإنتاج والجمعيات تعتزم ولاية الجزيرة عقد ورشة علمية لتجويد المشروعات العمرانية بالولاية وأضح الهادي أحمد المنصور مساعد المدير العام للتغطيط العمراني بولاية الجزيرة أن الورشة تهدف لوضع الولاية في الطريق الصحيح من حيث المعايير والجودة والارتقاء بالعمل وتنمية قدرات المهندسين والعاملين في التغطيط العمراني لإسناد مشاريع الولاية بصورة علمية وأضاف أن الورشة تهدف لوضع المعالجات الهندسية والفنية لكافة المشاريع العمرانية وإنفاذ القوانين والهندسة والفنية وتشمل محاول الورشة معايير تصنيف وتقييم القدرات الفنية والمالية للمقاولين والأساليب والطرق المثلى لتنفيذ وإسناد المشروعات وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات انطلقت بعدد من الولايات وورش تدريبية خاصة بالمسح الوطني للفقر المتعدد الأبعاد والمزمع تنفيذه بالسودان وذلك بغرض توفير قاعدة بيانات أساسية لأجهزة الحكم بالبلاد ويشارك في الورش التدريبية حول المسح الوطني للفقر التي تستمر لعدة أيام باحثون ومراقبون من إدارات الرعاية الاجتماعية والتخطيط والصحة وديوان الزكاة لتدريبهم فنيا حتى يتمكنوا من القيام بجمع البيانات الإحصائية المطلوبة والتي يمكن الاستفادة منها في إعداد مؤشرات التنمية المستدامة وتأتي هذه الورش التي ينظمها الجهاز المركزي للإحصاء بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتبدأ عمليات المسح مباشرة بعد الورشة وتستمر لمدة شهر للأنماط المعيشية أقد والي ولاية غرب كردوفان المكلف خالد محمد أحمد اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المدنيين بالرئاسة توموكو توبوكو رئيس البحث بقطاع كردوفان وبحث اللقاء مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية لاسيما الأوضاع بمحلية لقاوة خاصة في ظل وجود نازحين من المنطقة بجنوب كردوفان كما بحثت جهود حكومة الولاية في توفير الأمن بلقاوة والترتيبات اللازمة لعودة النازحين لمناطقهم وأكد الوالي على جدية حكومته في عودة النازحين لمناطقهم وتوفير الأمن لهم وتقديم التعويضات للمتضررين جراء الأحداث عبر الحصر الدقيق للأضرار بعد الفاصل أخبار اقتصادية إقليمية مرحبا بكم في الأخبار الاقتصادية الإقليمية وصفت أوصات سياسية المشاركة المتدنية في الانتخابات البرلمانية في تونس بأنها هزيمة مدوية للرئيس التونسي قيس سعيد ومع مواجهة تونس لأزمة اقتصادية وبينما توشق المالية العامة للدولة على الانهيار وتزايد الحاجة إلى خطة إنقاذ خارجية تتطلب تخفيضات ضخمة في الانفاق العام للمتوقع أن تزداد حدة التوتر السياسي على كل من سعيد وخصومه واعتبر أحمد إدريس مدير معهد تونس للسياسة امتناع أكثر من 90% من التونسيين عن التصويت دليلا على رفض مشروع سعيد وإشار إلى أن غياب الشرعية سيكون له تداعيات محلية ودولية وقد يجعل أي اتفاق لتونس مع صندوق النقد لاغيا شكلت تحويلات اللبنانيين المغتربين والعملين في الخارج أحد المصادر المهمة لدخول الأموال الصعبة إلى لبنان وقدر البنك المركزي الدولي في تقديره الأخير أن يبلغ حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان 6 مليارات و 800 مليون دولار أمريكي في عام 2022 لكن هذا النبلغ لم يستطع لجمى خسائر الليرة اللبنانية التي تستمر بفقدان قيمتها أمام الدولار بشكل شبه يومي وتأتي أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأمريكيتين ومن ثم الخليج العربي لتتبعها التحويلات القادمة من إفريقيا وتسد تحويلات المغتربين إلى لبنان ما نسبته 70% من العجز التجاري للبلاد ليصبح العجز 3 مليارات دولار من جملة 10 مليارات دولار مجمل عجز الميزان التجاري اللبناني ارتفعت واردات سوريا هذا العام بشكل كبير من القمح من شبه جزيرة الجرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا باستخدام أسطون من سفن البلدين لتجنب العقوبات الأمريكية وهو ما يعد مؤشرا على أن العلاقات الاقتصادية بين سوريا وروسيا ازدادت قوة وزادت كميات القمح المرسلة إلى سوريا من الجرم 17 مثلا هذا العام وسجلة ما يزيد قليلا عن 500 ألف طن وتظهر البيانات أن الدولتين اعتمدتا بشكل متزايد على سفنهما الخاصة لنقل القمح من بينها ثلاث سفن سورية مشمولة في العقوبات التي فرضتها واشنطن وذلك في ظل عقوبات مفروضة على البلدين صعبت التجارة عبر طرق النقل البحرية المعتادة والحصول على تأمين ملحي قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني إن بلاده تسعى لمنع حرق الغاز الطبيعي نهائيا خلال أربع سنوات ولا يزال العراق يحرق بعض الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام لعدم توفير المنشآت اللازمة لمعاليته وتحويله إلى وقود للاستهلاك المحلي أو للتصدير واستفاد العراق بقوة من ارتفاع أزعال النفط هذا العام وهو ما أسهم في زيادة احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في العراق لأكثر من 90 مليار دولار وهو مستوى غير مسبوخ في تاريخ البلاد ومن المقرر أن تحتضن الأردن يوم غدنا الثلاثاء النسخة الثانية من مؤتمر مغداد للتعاون والشراكة وسط مساع حثيثة لدعم أمن العراق واستقرار المنطقة تعتزم شركتاء الطاقة الحكوميتان أرامكو السعودية والنفط والكيمويات الصينية سينوبوك بناء مجمع جديد للتكرير البتركيمويات في جنوب شرق الصين من المقرر أن يبدأ عملياته بنهاية عام 2025 قالت أرامكو أن الشركتين وقعتها اتفاقا لبناء المجمع في مدينة جولي بمقاطعة فوجيان والذي سيشمل مصفات تكرير بطاقة 320 ألف برميل يوميا ومجمع تكسير البتركيمويات بطاقة مليون و500 ألف طن سنويا ولم تكشف عن رقم استثماري للمشروع بالإضافة إلى ذلك وقعت أرامك وسينوبوك وسابك مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لتطوير مجمع بطاقة كيمويات جديد يتم دمجه مع النصفات القادمة في ينبع بالسعودية عالميا توصلت بلدان العالم أجمع اليوم الاثنين إلى اتفاق تاريخي في مونتريال لوقف تدهور التنوع الحيوي وموارده التي لاغن عنها للبشرية وبعد أكثر من أربع سنوات من المفاوضات الصعبة توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق برعاية الصين رئيسة مؤتمر الأطراف كوب 15 وبالرغم من معارضة جمهورية الكنغو الديمقراطية وترمي معاهدة السلام مع الطبيعة إلى حماية الأراضي والمحيطات والأصناف من التلوث وتدهور والأزمة المناخية واتفقت البلدان خصوصا على خارط الطريق تضم في جملة أهدافها حماية 30% من الكوكب بحلول 2030 وتخصيص 30 مليار دولار للمساعدات السنوية للبلدان النامية في جهودها لصون الطبيعة تسببت الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية في تحميل الدول الأوروبية فاتورة تبلغ قيمتها تريليون دولار حيث تشهد أسوأ أزمة الطاقة منذ عقود وفي ظل وجود مخزونات كبيرة من الغاز فإن أوروبا قد تتبكن من عبور هذا الشتاء بأضرار أقل لكن بعد ذلك سيتعين على المنطقة إعادة ملء احتياطاتها من الغاز في ظل الانخفاض الحاد في الإمدادات من روسيا أو عدم وجودها لما يزيد من حدة المنافسة على ناقلات الوقود ويزيد من حدة ارتفاع الأسعار ومن نقص المعروض من الغاز طالبت الحكومات الأوروبية من الشركات والمستهلكين تقليل الاستهلاك وتمكن الاتحاد الأوروبي من كبح الطلب على الغاز بمقدار 50 مليار متر مكعب هذا العام استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعد أن بدد احتمال قياس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لعام المقبل الدعم الذي قدمه ضعف الدولار وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1791 دولار أو 56 سنة للأونصة وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% مسجلة 1802 دولار وخمسين سنة وتحاول أسعار الذهب تعويض الخسائر على الرغم من نهج التشديد النقدية الذي يتبعه مجلس الاحتياط الفيدرالي وتوقع التقارير عديدة أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في المرحلة المقبلة انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين إذ أدى انتعاش معنويات السوق لارتفاع الأسهم والعملات عالية المخاطر بينما ارتفع الين على خلفية تقارير تنقيد بأن اليابان ستبحث مراجعة برنامج عمره عشر سنوات لمكافحة الانكماش وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية مبددا بعد عدد من المكاسب في الأسبوع السابق بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي أسعار الفائدة وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي في حين عوضت العملات بما في ذلك اليورو والجنيه الاسترليني بعض خسائرها كشفت دراسة أكاديمية عن أزمة في بريطانيا بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والتي ازدادت سوءا هذا العام في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود مما أدى إلى موجة إضرابات بينما لم تواكم الأجور ارتفاع الأسعار وبحسب دراسة لكلية لندن للإقتصاد فقد أدى ازدياد فواتير الطاقة إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفي ظل انتعاش الطلب بعد تراجع وباء كورونا وأكد عضوان أحدهما بحزب المحافظين والآخر بحزب العمال في بريطانيا ارتفاع فواتير الغذاء في المملكة المتحدة بشكل كبير لأسباب مختلفة لدرجة باتت تهدد عشاء مئات الأسر البريطانية ليلة الاحتفال بعيد الميلاد في ختام الحدث الاقتصادي تذكير بأبرز العنوين ارتفاع نسبة البطالة في السودان بسبب الأزمة الاقتصادية ولاية النيل الأبيض تشهد تراجعا كبيرا في زراعة القمح توقعات بتفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس بعد فشل الانتخابات انتهى الحدث الاقتصادي حتى بوعيد قادم عبر السوداني 24 هذه تحايا الطاقم الموجود معي وننتم سالمين ترجمة نانسي قنقر